لا عدالة للتعذيب في سوريا عنوان ربما يثير سخرية من يقرأه إلى أنه ليس ضربا من الخيال ففي ظل حكم الأسد لسوريا تنتهك القوانين والقرارات بما فيها تلك التي تجرم التعذيب وتغيب المحاسبة والعدالة فبالرغم من إقرار الأسد للقانون رقم 16 المتضمن تجريم التعذيب في أذار 2022 فضلا عن كونه عضوا في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية منذ آب 2004 إلا أن التعذيب كان جزءا أساسيا في السجون ومراكز الاحتجاز لدى سلطة الأسد وفق تقرير صادرا عن البرنامج السوري للتطوير القانوني ومركز دياكونا للقانون الدولي الإنساني التقرير المطول أكد أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سوريا يواجهون عقبات كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف على الرغم من تضمين قانون تجريم التعذيب في القانون السوري ووثق فشل قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظر المطلق للتعذيب في سجون الأسد بناء على التزامات سلطة الأسد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الضرب والحرق والصعق بالكهرباء والتجويع والتعذيب الجنسية حالة ليست استثنائية بل جزء من نمط منظم ومنهج للتعذيب تمارسه سلطة الأسد ضد معارضيها ومنشقين عنها يقول التقرير أن هذه الممارسات تثبت أن سلطة الأسد استخدمت قانون تجريم التعذيب للتغطية على جرائمها التي تندرج تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية وأن المسؤولين عنها يجب أن يحاكم أمام المحاكم الدولية أكثر من 15 ألف شخص بينهم 190 طفلاً قتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد منذ أذار 2011 وقرابة 136 ألف معتقل ما زالوا يتعرضون للتعذيب وفق سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أضافت أن جميعهم لم تسلم جثامينهم لثويهم أو لم يجري إختارهم بمصيرهم المركزان القانونيان في ختام التقرير دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على سلطة الأسد لإجبارها على وقف استخدام التعذيب بشكل هائي واحترام حقوق الإنسان وتوفير المساعدة للضحايا والناجين من التعذيب وإلى تأمين حقهم في الحصول على تعويضات عادلة والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي وغير قانوني وتقديم معلومات عن مصير ومكان وجود جميع الأفراد المختفين خطوات باتت حلماً لأهالي وذوي المعتقلين المعذبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر